بسم الله الرحمن الرحيم الأذان والإقامة أولا تعريف الأذان والإقامة الأذان في اللغة الإعلام قال عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله وفي الشرع التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام بها والإقامة مصدر أقام الشيء إذا جعله مستقيما وفي الشرع التعبد لله بذكر مخصوص عند قيام الصلاة الفرق بين الأذان وبين الإقامة أن الأذان إعلام بالصلاة للتهيئ لها إعلام بدخول وقت الصلاة للتهيئ لها والإقامة إعلام للدخول في الصلاة أيضا يختلفان في الصفة وفي العدد وسيأتي بيان ذلك لاحقا إن شاء الله عز وجل حكم الأذان والإقامة الأذان والإقامة فرض كفاية ومعنى فرض الكفاية أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين يعني إذا قام به البعض كفى الآخرين ولا يلحقهم الإثم وإذا تركوه جميعا أثموا والدليل على أنه فرض كفاية قوله صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذل لكم أحدكم وهذا يدل على أنه يكتفى بأذان الواحد ولا يجب الأذان على كل واحد فإذا قام واحد فإنه يكفي عن الجميع لكن لو تركوه أثموا جميعا ويشترط لهذا الحكم اللي هو فرض كفاية عدة شروط إذن حكمنا بأن الأذان والإقامة فرض كفاية لكن لهذا الحكم عدة شروط الشرط الأول أن يكون الذي يؤذن فيهم رجالا أما النساء فلا يجب عليهن الأذان سواء كنا مفردات عن الرجال أو كنا مع الرجال لا يجب عليهن الأذان إذا الشرط الثاني أن يكونوا جماعة فإذا كان منفرد فإنه سنة في حق لنؤذن فيكونوا جماعة من الرجال الشرط الثالث أن يكونوا مقيمين في البلد والمقيم هو ضد المسافر والمسافر لا أذان عليه ولا إقامة والسفر هو السفر الطويل الذي يعتبره الفقهة سفر منهم من جعله 85 كيلو ولكن إن أذن المسافر فإنه يسن في حقه وليس فرض كفاية الشرط الرابع أن يكون للصلوات الخمس المؤدة خرج بالصلوات الخمس ما عداها كالوتري وكسوف الشمس وصلاة العيدين ونحو ذلك فهذه لا أذان لها وقوله المودة خرج بها المقضية وهي التي توصل بعد الوقت فلا يجب لها الأذان ولا الإقامة ولكن يسن هذا هو ما ذهب إليه الفقهاء فقهاء الحنابلة قال ابن عثيمين رحمه الله والصواب في هذه المسألة الوجوب أنه يجب للصلاة المقضية أنه يجب لها الأذان والإقامة كالصلاة المؤداة في وقتها واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر في سفره ولم يستيقظ إلا بعد طروع الشمس أمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم مسألة إذا ترك أهل بلد الأذان والإقامة إذا ترك أهل بلد الأذان والإقامة قال أهل العلم أنهم يعاقبوا بأن يقاتل أهل هذا البلد إذا تركوها والذي يقاتلهم هو الإمام وذلك من باب التعزير حتى يعود فيؤذن ويقيم لكن ليس كالقتال مع الكفار فليس فيه استباحة لدمائهم والتعمد لقتلهم ولا من فر منهم يتتبع حتى يقتل ولا يجهز على الجريح منهم ولا يأخذ أموالهم ولا يسباذرهم لأنهم مسلمون وإنما يعزرون بأن يقيم عليهم الإمام أنه يقاتلهم حتى يؤذنوا ويقيموا الصلاة لأن الأذان والإقامة هي من شعائر الإسلام الظاهرة في بلاد المسلمين فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غز قوما أمسك حتى يأتي الوقت فإن سمع أذانا كف وإلا قاتلهم مسألة أخذ الأجر على الأذان يعني شخص يستأجر شخص يؤذن قال الفقهاء يحرم ذلك أن يعقد عقدا عقد إجارة بأنه يستأجر شخص يؤذن ويقيم لماذا؟ قالوا لأنها قربة الأذان والإقامة قربة من القرب وعبادة من العبادات والعبادة لا يجوز أخذ الأجر عليها ولأنه أيضا أراد بأذانه وإقامته أمر الدنيا فيبطل عمله قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا في الأجرة لكن أخذ الرزق من بيت المال لعدم المتطوع هل يجوز؟ قالوا نعم يجوز أن يعطى من بيت المال يعطيه الإمام عطاء مقطوعا للمؤذن ولمقيم من بيت المال وهو ما يعرف في وقتنا الحاضر بالراتب من وزارة الشؤول الإسلامية فيعطى المؤذن ويعطى المقيم للصلاة طبعا المؤذن والمقيم واحد فيعطى المؤذن ويعطى المقيم يعطى راتب من بيت المال وذلك حتى يتسنى أن يحافظ على الأذان في أوقاته والإقامة في أوقاتها قالوا ويشترط لهذا أن لا يوجد متطوع فإن وجود شخص يتطوع بأنه يؤذن ويقيم ويحافظ على الأذان والإقامة من غير أن يأخذ شيء فإنه لا يصرف له شيء من بيت المال إلا بمسوغ شرعي هذا والله أعلم